بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلبة معكم الدكتور فيسل سالم الهشري سنواصل إذن شرح مقرر كيميو عضوية واحد وسنمر إذن إلى الجزء الرابع حيث سنقوم بشرح يعني من المحور الثاني حيث سنقوم بشرح التأثير الميزوميري الجاذب والمنح يميز خاصية المستبدلة أو المجموعة الوظيفية باستلام أو منح زوج إلكتروني ويرمز له إذن بالحرف M كما نلاحظ هنا مثلا بالنسبة لمجموعة الكربونيل وهي مجموعة الكربونيل كما تلاحظون هي توجد بين عنصرين يتميزان بفرق في الكاروسياليبية فالأكسجين له كاروسياليبية أكبر من الكاربون فبالتالي إذن الأكسجين له قدرة على سحب الإلكترونيات الموجودة بينه وبين عنصر الكاربون وكما تلاحظون بالنسبة للرابط الثنائية هنا رابطة تسمى هذه الرابطة باي في الرابط الثنائي هنا رابطة باي وهنا رابطة سيجما ويجدر الملاحظة أن الرابطة باي هي أضعف من الرابطة سيجما إذن فبالتالي إذن الأكسجين من خلال سحبه الإلكترونيات له القدرة على أن يقوم بجذب تماماً الزوج الإلكتروني في اتجاهه ويؤدي بالتالي إلى كسر رابطة باي التي قلنا هي أضعف من الرابطة سيجما نتيجة لكسر هذه الرابطة باي سيؤدي بالتالي كما تلاحظون هنا سيؤدي بالتالي إلى ظهور شحنة سالبة على الأكسجين وظهور شحنة موجب على الكاربون نتيجة لفقدانه لإلكترون فبالتالي يصبح لديني شحنة موجبة ونقول بالتالي أن الأكسجين له تأثير ميزوميري جاذب ويطلق عليه بأم سالب أو مستقطب لأنه سيستقطب الزوج الإلكتروني أما في حال وجود هيئة بنائية على شكل زوج إلكتروني حر يعني زوج إلكتروني حر كما تلاحظون هنا ثم رابطة سيجما ثم توجد رابطة سيجما مباشرة بالعنصر الذي يحمي زوج إلكتروني حر ثم كذلك توجد رابطة باي كما تلاحظون هنا رابطة باي إذن إذا وجدت هذه البنائية المتمثلة في الزوج إلكتروني حر سيجما ثم باي فهذا يؤدي إلى تحرك الإلكترونات إذن فإن النتروجين هنا سيقوم بمنح الزوج الإلكتروني الحر و يسمى ذلك بالتأثير الميزوميري المانح أو أم موجب ونقول النتروجين هو تأثير ميزوميري مانح ولكن كيف يتم هذا الأمر إن الزوج الإلكتروني الحر فق النتروجين يمثل كثافة إلكترونية إذن الزوج الإلكتروني الحر يمثل كثافة إلكترونية كذلك بالنسبة للرابطة باي تمثل كذلك كثافة تمثل كثافة إلكترونية وماذا يحدث بين الكثافة والكثافة الإلكترونية بين الكثافة والكثافة الإلكترونية دائما يوجد تنافر إذن ابتعاد إذن هاتي الكثافة المتمثلة زوجة الحر تحاول أن تبتعد على تلك التي توجد على الرابطة باي إذن كيف تنتقل نتيجة لهذا التنافر سيؤدي إذن التنافر بين زوجة الحر الانتروجين والرابطة باي يؤدي إلى انتقال الزوج التروني للباي ينتقل إلى هذا الكاربون وبالتالي يؤدي إلى ظهور شحنة سالبة فوق هذا الكاربون وبالتالي يؤدي إلى ظهور شحنة موجبة على هذا الكاربون هنا يصبح دين شحنة موجبة نتيجة لظهور الشحنة الموجبة هنا ماذا ستفعل إذن هذا الكاربون إذا أصبحت موجبة ستقوم بسحب الكثافة الإلكترونية المتمثلة فوق الانتروجين بالزوجة الحر فيصبح لدينا إذن لدينا شاكل ميزوميري ثاني هذا الشكل ميزوميري متمثل في ماذا هنا إذن الزوج الإلكتروني الحر يصبح رابطة باي كما قلنا ويصبح لدينا هنا إذن يصبح لدينا على هذا الكاربون إذن شحنة سالبة لأنه سوف يربح إلكترون وباقي المشكل يبقى كما هو وبالتالي حالة النيتروجين هنا تصبح موجبة لأنها سوف تخسر إلكترون ترجمة نانسي قنقر